قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع قال الفضيل أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة كم كلمة تكلم يعد كلامه يعني كلامهم كثيراً قليلاً قليلاً أوقاتهم كلها في الطاعة والذكر قال ومن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد القيس قال له رجل قف أكلمك قال فأمسك الشمس أمسك الشمس حتى لا يضع الوقت أما إذا لا تستطيع أن تمسك الوقت فلا ستع أن أكلمك قال وكان داود الطائي قال يستف الفتيت الفتيت خبز يستفه سفاً ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية يحسب الوقت كم سيستغرق من الوقت إذا أكله فتيتاً خبزاً وإذا أكله سفاً قال وكان عثمان الباقلاوي دائماً ذكر الله عز وجل فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل الاشتغال بالأكل عن الذكر وأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي فتفرقوا يقول لأصحابه إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه ومتى اجتمعتم تحدثتم يخرج الرجلان من المسجد إذا كل واحد مشى لوحده قد يذكر أذكاراً كثيرة حتى يصل لبيته ولكن إذا مشى مع صاحبه قد لا يذكر تسبحة واحدة ثم قال وأعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة إذا كانت تغرس لك نخلة من نخل الدنيا إذا قلت سبحان الله وبحمده قامت لك نخلة ستقف فكيف بنخل الجنة التي سيقانها من ذهب قال وهذه الأيام مثل المزرعة فكأنه قيل للإنسان كلما بذرت حبه أخرجنا لك الفكر فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البذر ويتوانى جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه